لما أجي أعمل مشروع بهذا الحجم في مصر لما أجي أعمل مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة هذا المكان الأسطوري الساحر وحولوا المدينة فيها تدفقات سياحية وفيها جمعة وفيها مدارس وفيها سكان وفيها بيوت عشان أعمل هذا المشروع أنا هحتاج لبناء وتشييد وتأسيس وتشقيب والبنية التحتية للمكان ده الداخلية عشان أعمل الكلام دي أنا محتاجة حاجات كتيرة جدا الحاجات الكتيرة جدا دي هتيجي منين هتيجي من مصر هتيجي من مصانعنا هتيجي من شركتنا الوطنية في مختلف القطاعات أنا عايزة مواسير أنا عايزة أسلاك أنا عايزة طوب أنا عايزة أسمنت أنا عايزة ألوميتاء أنا عايزة حاجات كتيرة قوي أنا ببني مدينة فالمدينة عايزة حاجات كتيرة حاجات كتيرة حتيجي من شركتنا ومصانعنا الوطنية في مختلف التخصصات ده حيلف حيشغل المصانع والشركات دي والسوء يلف ويقوى ويتجاوز أزماته ويعدي دي الشراكة الاستثمارية وبالتالي الدكتور مصطفى مدبولي قال أن هذا المشروع جلب وسيجلب الخير لمصر والمصريين دكتور مصطفى مدبولي كمان قال أنه تطوير وتنمية رأس الحكمة هذه الشراكة الاستثمارية تماثل العديد من المشروعات اللي تم ويتم تنفذها بين الحكومة والقطاع الخاص وأكد الدكتور مدبولي أكد وهو على فكر قال الكلام ده يوم الجمعة اللي فاتت وقاله تاني النهار هذا المشروع لا يوجد فيه أي بند في العقد يمس السيادة المصريين وكل البنود في العقد تخضع للقوانين المصرية ولا يمكن أن تخالف القانون المصري والدكتور مصطفى مدبولي أوجه رسالة للمصريين وأنا بأشاركوا هذه الرسالة قال حفظوا على المشروعات الاستثمارية الكبرى ما تسمعوش للمشككين من أهل الشر ده كلام الدكتور مدبولي أقول أنا بقى إحنا طول الوقت نقول عايزين نعمل استثمارات يعني إيه عايزين نجيب مستثمرين في مستثمر جاي سوى من الإمارات أو من هنا أو من هنا جاي بفلوس وجاي عايز يعمل مشروع درس المشروع ولقى أن هذا المشروع يحقق له ربح هو يحقق لي ربح على الفلوس اللي هيستثمرها وأنا يحقق لي مش ربح يحقق لي ربح وفوايد مختلف حابني المشروع هشغل ناس هعمل وظائق هعمل مشروعات هيبقى عندي وظايف هحتاج مواد يبقى المصانع بتاعتي تشتغل هدخل عملة صعبة يبقى بدعم اقتصادي هجيب سوي إذن حضراتكم الهوجة الهجمة الشرسة اللي تمت على هذا المشروع قبل ما أي حد يعرف أي تفاصيله وبس بتبيعوا البلد عيب عيب اللي بيقولوا كده لا عايزين صالح مصر ولا صالح المصريين ولا عايزين الخير لمصر ولا الخير لحضراتكم كلام يلف هو زي ما الدكتور مصطفى مدبولي قال ولا تلتفتوا للمشككين من أهل الشر اللي هم مالهم الذين لا يردون خير لمصر ولا شعبة الدكتور مصطفى مدبولي كمان في اجتماع النهاردة قال إن إقامة مشروعات الاستثمارات الكبرى دي أولا بيقول مجموعة رسائل للمستثمرين في الدنيا أن مناخ الاستثمار في مصر مناخ جاذب وأن الاقتصاد الوطني المصري محل ثقة بدليل أن في مستثمرين جايين يستثمروا هذه المبالغ في مثل هذا المشروع الكبير وقال أن الحكومة هتشتغل على المشروع ده وغيره لجذب استثمارات أخرى إحنا عايزين نجيب مستثمرين تانين يعملوا مشروعات وحنشاور على رأس الحكمة ونقوله زي ده إحنا عايزين نعمل مشروعات بهذا الحجم النجاح القوة الثقل فقال دكتور مصطفى مدبولي قال أن الحكومة تعتزم البناء على هذا المشروع لجذب استثمارات أخرى كلام كله الحقيقة مهم جداً كمان برضو النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع قال أنه كمان وزير قطاع الأعمال العام أكد أن فيه 520 مليون دولار دخلت للوزارة من صفقة الفنادق اللي تم الإعلان عنها مؤخراً وأنا قريباً ستتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية مصر بتجذب المستثمرين عشان تعمل مشروعات وشراكات استثمارية كبيرة هذه الاستثمارات والمشروعات الاستثمارية الكبيرة لها فوايد كثير إحنا شرحنا عنها بس خلوني أقول أن المصريين في قدر فرحتهم بهذه المشروعات وقدر امتنانهم يعني أو سعادتهم وعندهم حالة من الأمل في هذه المشروعات ولكن المصريين أيضاً ينتظروا أن تنعكس هذه المشروعات على حياتهم وعلى السوق اللي كان مضطرب الفترة اللي فاتت والأسعار عمالة تغلى عمالة تغلى بحجة أصل الدولار أصل السوق السوداء أصل السعر أصل السعرين والمصريين تحملوا زي ما الرئيس السيسي دايماً بيقول المصريين يتحملوا لدعم وطنهم كل الصعوبات لكن عندنا أمل وحلم وهو أمل مشروع وحلم مشروع عندنا أمل أن تنعكس هذه المشروعات ونبدأ بمشروع ترطوير وتنمية رأس الحكمة على حياتنا أنه يبتدي زي ما قالوا أن كل السلع اللي فيها مكون دولاري واللي كانوا بيتحججوا برفع الأسعار أصل السعر والسوق السوداء والسوق البيضاء أن تنخفض هذه السلع تنخفض أسعارها نتيجة للسيطرة على أولاً وجود كمية من الدولار بالبنك المركزي تحقيق طلبات المستوردين ورجال أعمال الإفراج عن البضاعة في الجمرق وبالتالي يترتب على ده انخفاض سعر السلع والخدمات اللي كانت طلعت في فقاعات حمقاء الفترة اللي فاتت أسعار عالية جداً لا تعبر عن الواقع ولا تعبر عن أي حاجة ده أمل المصريين وأظن أن هذا الأمل واصل للسيد الرئيس عمفتاح السيسي والقيادة السياسية وواصل للدكتور مصطفى مدبولي وكل الوزراء وأظن أننا سنرى قريباً انخفاض متتالي في الأسعار نتيجة هذه المشاركة وما سيليها من مشاركات أخرى كل أمل كل بهجة بهذا المشروع وانتنان لكل الجهد اللي تم للوصول إلى هذه السفقة الاستثمارية الكبرى في كلام طبعاً عن مشروع مزرعة الرياح في أسوان وفي عدد من الشركاء في كلام عن مشروعات أخرى نستنى وناخد نفسنا وما نديش تصريحات ولا نسبق زي ما بيقولوا القطار نستنى لما يعلن عن هذه المشروعات عشان فرحتنا تكتمل ترجمة نانسي قنقر